اتخذت العديد من الدول التي تواجهت تهديد الإرهابي والتطرف العنيف تدابير لمكافحتهما للمحافظة على ديمومة الدولة واحترام حرية المواطنين وتستند هذه التدابير إلى واقع الدول المعاش ويتناسب معداها مع حجم الظاهرة توافعها ووسائلها وصورها وشدة تهديدها وفي هذا الإطار من غير المجدي توقع وجود استجابة موحدة ومعيارية لهذا الشكل من الجريمة السيد الرئيس لا يوجد في الجزائر ما يسمى بجريمة الرأي والصحافة ولا عقوبة سالبة للحرية بالنسبة للمنتهمين أو للمهنيين الإعلاميين في إطار ممارسة وظائفهم وترتبط الحالات النادرة التي تم الإفراط في استغلالها عمدا من قبل شبكات التواصل الاجتماعي لأفراد تمت مقاضاتهم بناء على واقع القانون العام ولا علاقة لهم بحرية التعبير في هذا الصدد ود أن أشير إلى سياغة الحكومة الجزائرية لمشروع قانون أساسي تعلق بالإعلام سيقدم قريبا إلى البرلمان وسيحدد هذا النص الجديد شروط ممارسة هذه المهنة النبيلة والحقوق والالتزامات وضمانة القانون المترتبة عليها وفيما يتعلق بحرية العبادة والدين التي كفلها الدستور فإنها تمارس في إطار القانون ودون أي تمييز وتضمن الدولة حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي إعمال النص المادة 51 من الدستور ترجمة نانسي قنقر